عشر سنوات مرت على ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر الثورة التي خرج فيها المصريون إلى الشوارع لتغيير نظام رأوا أنه لم يعد يمثلهم استمروا وواجهوا القمع فأسقطوا الرئيس الراحل حسن مبارك لكن رحلة ثورتهم لم تتوقف هنا بل كانت لها وقفات أخرى كان منها فترة حكم المجلس العسكري الربيع العربي تلك الموجة التي اجتاحت المنطقة العربية وحطت رحالها عام 2011 في مصر لتعلن بدأ مرحلة جديدة للشعب المصري الذي نزل إلى الشوارع مطالبا من تغيير كما حصل في تونس ثم استمرت أحجار الدومينو بالتساقط الواحدة تلو الأخرى في موجة لم تعرف المنطقة مثيلا لها منذ عقود طويلة لكن ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر ربما كانت مختلفة عن باقي الثورات العربية التي تركت فراغا سلطويا وأمنيا غير أن ما حصل في مصر غير ذلك لكن المحطات التي مر بها المصريون لم تكن تقل قسوة من تلكم التي مر بها التونسيون ثم من بعدهم الليبيون والسوريون واليمنيون ففي حزيران عام 2012 انتقلت السلطة بعد انتخابات أخذت ردحا من الوقت من المجلس العسكري إلى الرئيس الراحل محمد مرسي فرأى معظم المصريين على حذر أنهم تخلصوا من القبضة العسكرية والأمنية إلى حكم مدني ديمقراطي وحرية تعبير وعدالة ليتنفس الصعداء قليلا غير أن الأمر لم يطل كثيرا حتى جاء يوم الثالث من تموز عام 2013 لتتحول السلطة بما وصفه مراقبون بالانقلاب العسكري إلى العسكر بقيادة وزير الدفاع في حكومة مرسي ويبدأ حلم الدولة المدنية بالتلاشي من أذهان الثائرين شد وجذب ومصادمات ومواجهات دامية راح ضحيتها عشرات المصريين وخلافات تحولت إلى الأيديولوجيا بدلا من السياسة وهو ما صدع الصف الشعبي المصري واستغلته قوى دولية ومحلية للانقضاض على النظام السياسي الذي خرج من رحم ثورة الخامس والعشرين من يناير فيما عرف لاحقا بالثورة المضادة